الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد من حديث أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه قال الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه والليلة تبدأ من غروب الشمس وتنتهي بطلوع الفجر من اليوم الثاني قال صلى الله عليه وسلم كفتاه والنبي صلى الله عليه وسلم قد أطلق الكفاية في هذا الحديث وما قيدها وإن كان بعض أهل العلم يقول المقصود بالكفاية هنا الكفاية من شر الشياطين وقيل الكفاية من قيام تلك الليلة وقيل الكفاية من كل سوء وشر والنبي صلوات ربي وسلامه عليه قد أوتي جوامع الكلم أوتي جوامع الكلم يتكلم بالمعاني العظيمة معبرا عن ذلك بالألفاظ القليلة فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أطلق هذه الكفاية فحري بكل مسلم أن يحرص على قراءة هاتين الآيتين عسى الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يكفينا وإياكم من شر كل ذي شر والحمد لله رب العالمين